السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت مننا ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدات إخواني أخواتي اليوم سنشوفوا كيفاش زيارة الملك محمد السادس حفظه الله إلى إفريقيا كيفاش خلات ماكرون يتحرك وكيتحرك بحث السرعة كبيرة كذلك سنشوفوا تنسيق الأمن بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية كرد على الفشل الفرنسي في المنطقة دي للسحيل فابقوا معي الإخوان نشوفوا التفاصيل دي لهذا الموضوع دائما نتمنى منكم أنكم تدعموا هذه القناة بالضغط على الزر إعجاب كذلك دعمونا بالبارتاج والاشتراك وهذا فضلا منكم وليس أمرا ودائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحقيدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله فعلى بركة الله ندخلوا سوف أتسر بالموضوع أخواتي الفشل دي الفرنسي في المنطقة دي الساحل واضطرد ديالها يعني ماشي الخروج دي الفرنسي وإنما طردها المهين من منطقة الساحل واللي خلال النفوذ ديالها يطيح للارض يعني النفوذ ديالفرنسا في أفريقيا في الحضيد إفريقيا هي منطقة غنية جدا هي المستقبل ديال العالم إفريقيا هي الطاقة المتجديدة العالم كامل حط الأنظر دياله على إفريقيا هادش علاش الكل بغي ياخد حقوم من افريقيا بغي ينقسم الكعكة يعني روسيا بغي الحصة ديالها امريكا بغي الحصة ديالها الدول الاوروبية كذلك بغي الحصة ديالهم من افريقيا والمشكل اليوم هو النزاع على افريقيا غد نرجع للتنسيق الامني ما بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية وش نوقع لفرنسا بهذا الخبر الخبر كيقول بالتنسيق المغربي الامريكي ضد الإرهاب يغطي الخوفوت الفرنسي في السحيل اجرى مدير مكتب تحقيقات الفيدرالي الامريكي الاف بي اي كريستوف راي زيارة عمل الى المملكة المغربية الشريفة على رأس وفد رفع المستوى كيضم بالاساس نائب المكلف بقسم العملية الخارجية راموند دودا وكشفات المديرية العامة لمراقبة التوراب الوطني في بلاغ لها بل المدير العام للامر الوطني ولمراقبة التوراب الوطني عبدالطيف الحموشي استقبل بمكتبه بالرباط كريستوف راي مدير مكتب تحقيقات الفيدرالي الامريكي في خدم زيارته الى المملكة المغربية الشريفة التي استغرقت يومين وفد صدد غد يدخل هشام معتض محلل سياسي خابر في شأن دولي غد يقول بالتنسيق الامريكي المغربي تجاوز مرحلة التعاون الاستراتيجي التقليدي بين البلدين الى ما هو تكتيكي عملياتي كي يعتمد على مقاربة تدبير المندمج لكل من يشكل خطرا على الامن القومي للبلدين واضاف في تصريح ان لقاء المسؤول الامريكي مع حموشي يندرج في اطار تنزيل بروتوكول تعاون جديد والمتجدد اللي صادقت عليه الرباط وواشنطن والذي يهدف الى تحذيذ كل آلية التنسيق التدبيرية والعملياتية بين مختلف اجهزة الامن البلدين واعتبر بلي هذه المقاربة الجديدة في تعاون الوثيق بين منظومة الامن المغربي والامريكي كتهدف الى خلق توازن امني جديد في منطقة الساحل والصحراء خاصة بعد خفوط حضور الفرنسي الذي لم يعد مرغوبا به في المنطقة والذي يواجه العديد من المشاكل ذات الابعاد السياسية المرتبطة بتبعية التاريخ الاستعماري وتابع بلي الرؤية الجديدة للتنسيق الامن والدفاع بين مختلف الاجهزة المغربية ونظيرتها الامريكية غادي تشكل خريطة جديدا للحضور المغربي الامريكي في منطقة الساحل والصحراء خاصة باللغربات كتعتبر حجز زاوية في معادلة الاستقرار الامني والسياسي في المنطقة فبطبيعة الحال هاد الزيارة ما بغاش تسرط لفرنسا فرنسا كتراقب الشركة الامنية المغربية الامريكية واللي ضيقات فرنسا فهذا التعاون الامريكي المغربي غير باش هاد الدول الافريقية يعيشوا في امن وامان يعني ما يبقاش الارهاب ولكن شنو ضار فرنسا علاش فرنسا ما حجبهاش الحل علاش فرنسا ما تهدمت لهاش او ما تهدم لهاش هاد التعاون الامني ما بين المغرب وامريكا منطقة الساحل واش فرنسا هي سبب الارهاب في هاد المنطقة داف ديال التساؤلات كتترحول حول دور فرنسا في المنطقة خصوصا ان الرئيس ديال مالي خرج شخصيا واتهم فرنسا باللي هي اللي كتدعم الارهاب في المنطقة هاد أمور كاملة كتخلي شبهات تدور على فرنسا وكذلك هاد شي كيبين الفشل ديالها في هاد المنطقة والليبان حاليا كذلك هاد التحركات الأخيرة ديال صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله بإفريقيا آخرها كانت خدي تكون الزيارة يوم الأربعة الماضي لولا أن صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله تعرض الوحد نزلة برد وتعرض درع له السفر للسنغال ومن هاد المنبر كانت منهوليه الشيفاء لكن تحركات بقت مستمرة لأنه وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطا وصل للسنغال فرنسا حست أنها بالدات كتخسر مناطق مهمة في إفريقيا فرنسا استردت من بزاف ديال المناطق الإفريقية على رأسهم مالي بوركينافاسو وهذا الطرد ديالها المهين كتحمل المسؤولية دياله للمملكة المغربية كتحس أن المغرب خداليها بلصتها في إفريقيا واليوم من اللي شفت هاد تعاون الأمني أو تنسيق الأمني ما بين المغرب والولايات المتعدة الأمريكية وهاد تحركات ديال صاحب الجلالة داخل إفريقيا المشاريع ديال المغرب داخل إفريقيا حسست بالخطر جايها يعني خصت تحرك لهذا كنتشوفه إيمانويل مكخون نادكي تحرك بوحد سرعة كبيرة وبغا يرد على هاد تحركات المغربية داخل إفريقيا وهاد شي اللي خلا إيمانويل مكخون رئيس الفرنسي يعلن عن زيارة أربع دول في إفريقيا ولكن إخواني أخواتي شمن هاد دول اللي غادي يزور في إفريقيا قاعد دول ناطقة بالفرنسية اللي كانت تحت النفوذ الفرنسي فرنسا تطردت منها وبالتالي إيمانويل مكخون بقاوله غير دك الدول الناطقة بالإنجليزية وهو مضطر أنه يمشي لهاد الدول فرنسا اليوم كتحاول بشط الطرق أنها تردنو في الديلها وباش تحججات اليوم فرنسا باش ترجع لهاد المناطق الإفريقية واخاي يوم هاد المناطق أو الدول الناطقة بالإنجليزية اليوم فرنسا كتحجج بالغابات كتحجج بالغابات اللي غادي تم استغلالها او اللي كيتم استغلالها بإفريقيا للزراحة وهي غابات كبيرة وكتعتبر هي الرئة ديالعالم وباش يستغلوا هاد الأمر وباش ماكرون يمشي لإفريقيا ويرد نفود دياله في إفريقيا قال لك بغي يمشي يتكلم على الأفريقاء ويمشي منعهم من استغلال هاد الغابات اللي هما كيتعتبروا الرئة دي العالم ربما بمشاريع ربما باستثمارات في هاد الدول ولكن اللي خاص الأفريقاء الأفريقاء يا الإخوان خاصهم يكونوا يكونوا أشد وعي من هاد فرنسا الدرغوليا لأن فرنسا دائما معروفة أنها كتأخذ وما كتغطيش فرنسا ما عندجلك المنطقة ديال ربح ربح فرنسا كتسبغي غير فرنسا لهذا الأفريقاء خاصهم يكونوا أشد وعي باش يعفو كيفاش يتعاملوا مع الغرب فإخواني أخواتي حتى اللي هنا كنكون وصلنا النهاية ديال هاد الفيديو كنتمنى منكم أنكم تدعموا هاد القناة واللي عرفات واحدة سقطة غير مسبوقة بسبب البلاغات لهذا يا الإخوان كنتمنى منكم اللايك 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 ثم البارتاج وما تنسوش التعاليق لأنها كذلك هي خارطة الطريق ديال هاد القناة دمتم في رعاية الله شكرا الحسن المتابعة شكرا كذلك التعاليق ديالكم الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة